اشتركوا في القناة السادة المعلمين المرجحين للحصول على شهادة الصلاحية للترقي لعام 2020-2021 وطبعا لازم ان يكون تمت استفاق جميع البيانات ومراجعة تلك البيانات قبل غلق الموقع في اتنين اتناشر 2021 طبعا يا جماعة ان شاء الله بمعنى بنسبة كبيرة جدا بنسبة مية في المية انه هو بعد ما يتم غلق الموقع اتنين اتناشر هيتم اصدار القرار الوزاري لشهادة الصلاحية اللازمة للترقي بدون اختبارات طبعا اهم حاجة جماعة لازم نتأكد من صحة تقارير الكفاية وطبعا صحة تاريخ شغل الوظيفة الحالية واستفاء تقييم المدير المدرسة وهكذا وطبعا في بيانات اخرى ان شاء الله هفرق بين المطلوب من المعلم والمطلوب من مسئول الاحصاء او الحكومة الاكترونية بالمدرسة وبكده يا جماعة يبقى تم ان شاء الله بعد تاريخ اتنين اتناشر هيتم اصدار طبعا بعد قيام الاكاديمية المهنية المعلمين بالعرض على معالي الاستاذ الدكتور الوزير طبعا هيتم اصدار القرار الوزاري بما هؤلاء المعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقي والف الف مبروك طيب بالنسبة يا جماعة لأول مطلوب من المعلم اول حاجة حضرتك هتدخل على كادر معلم موقع الكادر وطبعا هنزل اسفل الفيديو من يكون نسبة اكتمال ملف الترقي 100% وهلأ انا عندي ملف انجاز المعلم تم الانتهاء تقييم مدير مدرسة تم التقييم وتقييم الموجه وتقييم لجنة الادارة وبرضو استلام المدة البينية اللازمة للترقي تم التسليم طيب بالنسبة لي كمعلم ملف الانجاز ابام خلص بالنسبة ليه تقييم مدير مدرسة ويموجه ده عن طريق مسئول الاحصى لو لم يتم التقييم هتروح للمسئول الاحصى بالمدرسة اما بالنسبة ل تقييم لجنة الادارة فاده طبعا عن طريق مسئول الاحصى بالادارة التعليمية التابع لها بالنسبة للتسليم طبعا تسليم اقرار الاستفاقة هيبقها طبعا حضرتك سلمت ايه المدة البينية لمسؤول الاحصى ده كده بالنسبة المطلوب من المعلم مجرد ان هو يتأكد النسبة اكتمال ملف الترقمية في المية لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله طيب بالنسبة يا جماعة للمطلوب من مسؤول الاحصى بالمدرسة وده مهم جدا 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 تخلي بالك منه طبعا لازم هيدخل على الموقع بتاعه اسفل الفيديو طيب ايه بقى المطلوب منه اول حاجة لازم نتأكد من صحة تقرير الكفاية للعامين الفين وطمانتاشر الفين وطمانتاشر يعني الفين وسبعتاشر الفين وطمانتاشر يتأكد ان هو واخد كفء لازم يتأكد انه واخد المعلم اه كفء في تقارير الكفاية تاني حاجة جغل الوظيفة الحالية على الكادر مجرد انه يبقى معي بيان حالة عطوله ومتأكد ان هو اه الوظيفة بتاعته الحالية على الكادر وليكن معلم عشان هيترقى المعلم اول وهكذا تالت حاجة معه صحة استفاق قضاء خمس سنوات حتى يوم واحد تلاتين اتناشر طب اتأكد منها ازاي بيبقى فيه الورقة بتاع الاستفاء الورقة الخاصة بالاستفاء مجرد انه هاجب هالي من الادارة المعلم كله معلم واتأكد انه مختوبة من الادارة ده ده بس مجرد انه اشوف الختم واتأكد منها طيب ده بالنسبة لمين لمسؤول واحدة الاحصاء في حاجة تاني ايوه بعضا ما بدخل طبعا على الموقع وانا قلت انه هنزله اسفل الفيديو لازم اتأكد ان تقييمات مدير المدرسة طبعا هنا اجمال المعلمين مثلا وليكن خمسة فهنا تقييماتها لها خمسة تقييمات الموجهين خمسة وطبعا اتأكد انه تم تحديد المعلمين اللي سوفوا المدة البينية ده بالنسبة للاحصاء والف الف مبروك طبعا بالنسبة يا جماعة للمستند الرسمي من الاكاديمية ادي صورة منه طبعا ادي الاكاديمية المهنية للمعلمين بتاريخ 18-11-2021 وطبعا ده اللي احنا بنتكلم عليه والف الف مبروك وان شاء الله اول مصدر قرار الترقية هنزله ان شاء الله فتابعونا ولا تنسى الاشراء بالقناة وتفعيل زر الجرس والف الف مبروك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته